شاهدين في كل مكان مساء الخير وأهلا بحضراتكم لقاءنا مع حضراتكم بيتجدد من أجل قراءة وتحليل لمجموعة من أهم الأخبار الرياضية سواء المتعلقة بكرة القدم أو على مستوى الرياضات واللعبات الأخرى وهنبدأ هذا اللقاء كالمعتاد بقراءة تحليلية لمجموعة من أهم أخبار النادي الأهلي ومع كرة القدم بداية هذا اللقاء الفريق الأول بتجري استعداداته الفريق الأول لكرة القدم استعداداته جارية على قدم وساق في معسكره الحالي في برج العرب وبينتهي العمل على استخراج وإنهاء التأشيرات الخاصة باللعبين للصفة المعسكر الأوروبي هيكون دولة أوكرينيا في استعدادات طبعا تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني والكابت محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول والقائم بأعمال مدير الكرة وإحنا شايفين لقطات بنتبعها مع حضراتكم من استعدادات وتدريبات وإقامة الفريق في المعسكر الآن في برج العرب هذه الفترة اللي بتصبق معسكره النهائي أو اللمسات الفنية والإعداد البدني في مراحله الأخيرة اللي هيتم فيه خلال الفترة اللي جاية من خلال معسكر الإعداد الأوروبي اللي فيه كمان تأكيدات من الجهاز الفني للفريق الأول إنه إن شاء الله سيتضمن مباراتين مع فريقين مختلفين خلال هذا المعسكر الأوروبي لتكون هذه هي المبارات الأخيرة اللي بيختتم بيها الفريق استعداداته الخططية والفنية قبل ما يبدأ المنافسات مرة أخرى على المستوى المحلي وعلى مستوى البطولة الأفريقية إن شاء الله تكون انطلاقة جيدة وأفضل كمان من الموسم الماضي اللي كان النادي الأهلي وفريقه الأول لكرة القدم أكثر من رائع فيها على المستوى المحلي في بطولة الدوري الممتاز وإن شاء الله نستعيد الثقة سريعا في مشوارنا الأفريقي ونعود لصدارة مجموعتنا ونعود ما فات أو النقاط اللي خسرناها في بداية لقاءتنا في دوري المجموعات في دوري الأبطال الأفريقي لكرة القدم الأهلي يواصل معسكر المغلق في برج العرب والاستعدادات زي ما قلنا حضراتك جارية على قدم وساق بيواصل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون وضع اللمسات الأخيرة أو التركيز على الجانب الخططي والفني والجمل والجوانب التكتيكية اللي هو حريص على تنفذها مع الفريق في فترة الإعداد والمباريات الودية حتى يعتاد عليها لعب الفريق قبل خوض المباريات أو الانخراط في المباريات الرسمية وأيضا الجانب البدني قائم على إعداده ووضع لمساته الأخيرة الهولاندي ليندمان القائم بإعداد الأحمال أو الأمور الخاصة بالجانب البدني والارتفاع بالمستوى البدني لللاعبين إلى أعلى مستوى قبل الانطلاق الرسمية للمباريات مرة أخرى محليا وأفريقيا ومن المقرر أن يختتم الفريق معسكره في برج العرب بمواجهة ودية مع فاركو يوم الثلاثاء المقبل الكابتن محمد يوسف أجرى عدد من الاتصالات للإطمئنان على لاعبين الدوليين ستة من لاعبي الأهلي في منتخب مصر الأول لكرة القدم المشارك حاليا في فعاليات نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا والفريق طبعا بعد ساعات بيأخذ اللقاء الأخير له بعد خروجه بالنقاط وبالحسابات رسميا بعد الهزيمة أمام كل من أوروغوي وروسيا بينتظر لقاءه مع منتخب السعودية غدا في الرابع عصرا وإن شاء الله تكون مباراة تليق بالمنتخبين حتى لو المنتخبين ما عندهمش فعليا فرصة لاستمرار في البطولة لكن نتمنىها مباراة جيدة في كل شيء تقدم فيها صورة جيدة للمنتخبين المصري والسعودي مستوى لائق فنيا وبدنيا والتزام سلوكي وخططي وأخلاقي في الملعب وتكون مباراة طبعا أعتقد أنه هيقدم فيها كل منتخب كل ما يملك مباراة أو إمكانات يظهرها لاعب المنتخبين نتمنى طبعا الفوز يكون حليف منتخبنا الوطني منتخب مصر في هذا اللقاء بصرف النظر عن أنه ديربي عربي وأعتقد أن اللاعبين في منتخب مصر أو منتخب السعودية على حد سواء هيكونوا ملتزمين إلى أبعد مدى وأعتقد أن الحسابات أو التوقعات أنها يكون في حساسية خاصة في هذا اللقاء أو أي تجاوز من أي لعب من لعب المنتخبين أعتقد إن شاء الله أنه هيجانب الصواب هذه التوقعات وأن يكون الجميع بيلعب هذه المباراة بروح جيدة وبروح رياضية واحترام المنافس من الطرفين وإن شاء الله يتفوق فيها منتخبنا الوطني في هذا اللقاء الثالث والأخير له في كأس العالم بقيادة الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر أجرى الكابتن محمد يوسف عدد من الاتصالات بلاعبين شريف كرامي محمد الشناوي أحمد فتحي سعد سمير أيمن أشرف ومروان محسن فضلا عن لاعب وحيد أيضا من النادي الأهلي مشارك مع منتخب آخر غير منتخب مصر هو التونسي واحد من نجوم منتخب تونس علي معلول لتشجيعه والشد من أزره وتونس كمان بالحسابات بعد النتائج في المباراتين السابقتين لها في المنديال خرجت رسميا من منديال روسيا 2018 ومتوقع أن ينضم سريعا بعد نهاية ارتباطات المنتخب التونسي في البطولة وفي المنديال في روسيا أن يعود للقاهرة للمشاركة والاستعداد للسفر للمعسكر الأوروبي مع لعبي فريقه النادي الأهلي والمدير الفني للنادي الأهلي أيضا يبقي على أربع لاعبين من مواليد 97 في معسكر برج العرب طبعا أمر إيجابي جدا تركيز المدير الفني للنادي الأهلي على الاستعانة بعدد من اللاعبين من مراحل عمرية مختلفة شفنا حجم المغالاة في الصفقات في الدوري المصري في الأعوام القليلة الماضية الصفقات أصبحت بتمثل عبء كبير على خزانة أي نادي مهما كانت قدراته المالية وطبعا من أغنى الأندية المصرية وأفضلها حالا إداريا ورياضيا وماليا وتمويليا وتسويقيا للنادي الأهلي لكن في النهاية البحث عن البدائل المناسبة اللي ممكن تكمل مشوار النجوم الكبار وتعمل تدريجيا عملية إحلال وتجديد في صفوف الفريق بنفس المستوى وربما أفضل من سابقيهم بتكون من خلال الاهتمام والعين الفحصة اللي بتشوف أفضل العناصر في مختلف المراحل العمرية